بسم الله الرحمن الرحيم السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف باسم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأن أخاطب جمعكم الموقر في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون والشراكة في المجالات كافة ومن دواعي سروري أيضا أن تشارك المنظمة في هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد بحضور إقليمي ودولي يؤكد على مكانة العراق في منظومة الأمن الإقليمي وعلى الحاجة الماسة لدعم الشعب والدولة ليطلع هذا البلد العريق وشعبه الكريم بالدور المسؤولي في التنمية والشراكة والتعاون والأمن الجماعي ودحر الإرهاب والتطرف الذي هو سرطان العصر وكورونا العصر باسم الإسلامي والإسلامي المعتدد من ذلك براء أن هذه المبادرة من جمهورية العراق تأتي في وقت يحتاج فيه لكل الدعم والمساندة ليتجاوز التحديات التي يواجهها وأنني إذ أتمن المكانة الخاصة التي تحظى بها جمهورية العراق داخل منظمة التعاون الإسلامي ودورها الريادي في العمل الإسلامي المشترك والحاجة للتعاون والشراكة مع الجميع وأشيد أيضاً بالعلاقات المميزة بين الأمانة العامة للمنظمة وجمهورية العراق فإنني أود التأكيد أن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها مثل ما عهتموها تبارك كل الجهود والمساعي الخيرة لدعم وحدة العراق وسلامة أراضيه والستباب أمنه واستقراره وإعادة الإعمار لواصل دوره الريادي في العالم العربي والإسلامي وبالتشارك الإيجابي والتعاون لما فيه خير الأمة والعالم وتشجع المملكة العربية السعودية وقيادتها باعتبارها رئيس القمة الإسلامية جهود الشراكة والمشاركة مع العراق كافة سياسياً واقتصادياً وإعماراً وتنميةاً واستقراراً وحواراً مع الجميع أصحاب الجلالة والفخامة أصحاب المعالي والسعادة منذ 2014 مر العراق وشعبي بأحداث جسام بعد أن دنس الإرهاب الظلامي لتنظيم داعش أرض العراق الطاهرة حيث دمر المدن وقتل وهجر أهلها وانتهك الحرمات بإسم الإسلام والإسلام ومن كل ذلك براء الآن والحمد لله تمكن العراق بفضل عزيمة شعبه ووحدته واستبسال قواته المسلحة ودعم القوى الخيرة في العالم من تجاوز كثير من التحديات ويتطلع بثقة إلى المستقبل وإعادة الإعمار ودحر قوة الرهاب والتطرف والتشارك والتعاون مع الآخرين في القضايا التي يشترك فيها مع المجتمع الدولي المتحضر أن العراق اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة مرحلة إعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء والتنمية في كامل أراضيه مما يتطلب دعماً إقليمياً ودولياً جاداً وإسهاماً صادقاً من المجتمع الدولي ومعازرته دون التدخل في شؤونه وخياراته الداخلية ذلك أن استقرار العراق وازدهاره يصبان في مصلحة الجميع وندعو دول المنطقة والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة وشركاء العراق والمؤسسات الدولية دعم العراق في جهوده من أجل تدعيم ركائز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في إطار احترام سيادته على أرضه وجعبه والاستجابة الجادة لدعوته الصادقة للتعاون والشراكة في المجالات كافة وإننا لعلى ثقة أن العراق بفضل ما يتمتع به من قدرات بشرية وإمكانات اقتصادية سيواصل إسهامه في تعزيز أسس الاستقرار والتعاون في محيطه والعالم وإحباط محاولة الإرهابيين النيلة من مقدراته وسيكون العراق كما كان شريكاً فاعلاً لما فيه خير البشرية جمعاً تنمية واستقراراً ورفاه الختام آمل أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة لما فيه خير العراق وشعبه والعالم فضلاً عن الجوار حمى الله العراق وشعبه وأعاد مجد عاصمة الرشيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته